اشتركوا في القناة ورح يمكث فيها القمر يعني في هاي المنزل لغاية الساعة ستة واثناشر دقيقة صباحا من صباح يوم السبت لا ينتقل بعد هالقمر لمنزلة الساعة الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص او الحرية يعني او عن القمر بما انه موجود بالقوس لغاية ساعة يعني نقدر نحكي انه فترة الصباح فنشعر بالابتهاج من الان من موعدة الحلقة لغاية ساعة الصباح ونجد الناس اكثر مرحا وننطلق على سجيتنا ويتجه تفكيرنا من خلال تفاولنا الى عالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة ووسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ماء وتجربة الحظ او التخطيط لرحلة ماء او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا بالنسبة للزوايا في زاوية وحيدة هي اليوم وهي زاوية سلبية هي تربيع سلبي بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام ساعة خمسة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج فبتخلي بعض الاشخاص يشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطبع طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة او بوقتها يبدأ خلو المسار يعني الساعة خمسة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية واثنى عشر دقيقة صباحا وهاي الزاوية دائما اللي هو خلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبيشمل ذلك موليد جميع الأبراج دون استثناء طبعا القمر بنتقل وبصير بالجدي الساعة ثمانية واثنى عشر دقيقة صباحا ببلش يشكل أول حركاته أو أول الزوايا فبيصير تأثيره على جميع الأبراج من هذا الوقت منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم نجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر موسعنا شروع بعمل جديد وشراء تحفياثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين طبعا بالنسبة لخلوة المسار القادم بما أن القمر رح يكون موجود بالجدي فبيكون يوم الاثنين خمسة أربعة بيبدأ في تمام الساعة سبعة وخمس دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة واحدة وثلاث دقائق بعد الظهر لا ينتقل بعدها القمر لبرج الدلو طبعا خلوة المسار الكامل لشهر نيسان كامل موجود في صندوق الوصف بالنسبة لعمر القمر القمر الآن بلش مراحل انحسار المربع واحد وعشرين يوم في تمام الساعة عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة مساء بيصبح اثنين وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم تسعة تاشة أربعة سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية أما القمر في القوس بدي انتقل للجدي حكينا وبيدي ظل لغاية خمسة أربعة هو منتحس حتى ساعات الصباح بعدين من تقريب الساعة عشرة بتوقيت الأردن يعني سبعة بتوقيت جرينيتش بيصير سعيد بنسبة خمسة عش في المية أما بالنسبة للعطارد في الحوت حتى يوم أربعة أربعة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الزهرة في الحمل حتى يوم أربعة أربعة اليوم سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية أما زحل في الدلو حتى يوم 23.5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25.6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة أما في ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تكون ضحية الفوضى وعدم التنظيم ممكن تضغط عليك المسؤوليات أو تواجه أمر صعب ومعقد خلال هذا اليوم التزم بالمسؤوليات وهاي الفترة شوي بتكون واعدة ببعض الأشياء الإيجابية برج الثور بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة خففوا من النفقات لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وثم لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب السفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا وبتفترح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم إيش إنك تتحرك في مختلف الأصعيد لأن الأجواء إيجابية إن كانوا على مستوى العمل أو الاتصالات أو العاطفة برج الجوزاء بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم بتظل الأجواء الرومانسية مشجعة أما في ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا التعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما فهذه الفترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة أو حتى الاهتمام ببعض المسائل اللي ممكن شوي هيك يكون بدها تفكير برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم أما في ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا الكلام أو توجيه ملاحظات لأنه خصمك في هاي الفترة بكون قوي وما بيرحم بتحملك هاي الفترات نوع من أنواع إما ارتباط أو حفاظ يعني بدك تحافظ على هدوء أعصابك أحاول أنك ما تكون عدائي يعني يا إما إيجابي يا إما سلبي برج الأسد بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بنتقل القمر ويصير في البيت السادس يعني بمعنى بيت العمل وبيت الصحة فعشان هيك هذا اليوم بيتراكم العمل عندكم لا تهملوا صحتكم حاضروا من تعب صحي أو جسدي ممكن يمنعت من أداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر برج العذراء بتظل الأمور البيتية والعائلية والعقارية بتشغل فكركم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم ممكن تفرح لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح خلال هذا اليوم وبتشتد عزيمتك وممكن تكون بخطوة مباركة تتلقى إشارة إيجابية وهاي فترة مناسبة لإلتقاط أنفاسك بعد العواصف وممكن برضو تصلح لتصليح بعض الأمور اللي تعطلت في الأيام الماضية برج الميزان بتنشطوا في مسائل لها علاقة بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات والإقناع لغاية ساعات الصباح من ساعة الصباح يعني ممكن يكون لكم تعامل مع أخ أو جار ولكن بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أكثر لطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك أهم شيء أنك خلال هذا اليوم ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية وحاول أنك تهتم بعائلتك برج العقرب من جهة ثم فرصة لمكسب مالي ولكن من جهة أخرى ثم نفقات والتزامات كثيرة لغاية طبعا ساعات الصباح ومن ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولأسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل معينة وممكن تتحرك بفعالية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة تصفر عن اتفاق أو مصالحة ولكن الأهم دير بالك من النقاشات والحوارات والتسرع لأنه شوي ممكن تكون مش لصالحك برج القوس أنتم ممتلئون نشاط وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم إش إنه ما تغامروا بأموالكم هاي فترة حجرة ماليا ومعنويا أهم إش إنك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن وبرضو في نفس اللحظة انتبه على أموالك من السرقة أو الضيعة برج الجديد بيسيطر التعب عليكم وممكن تفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وبظل الضغط موجود لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتستعيدوا نشاطكم وحيويتكم بتستعيدوا حماستكم وعزيمتكم وممكن يتمارسوا جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتملك طاقة أو بتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق هاي الفترة تحمل لك خبر سار حاول إنك أنت تستغله برج الدلو بتنشطوا بين الأصدقاء لغاية ساعات الصباح بعدين بتدخلوا فترة غير مريحة ممكن تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر بصير موجود في بيت المتاعب فبدكوا تتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة بدك تحاذر لأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب أمالك أو تتخأخر أعمالك لغاية ما يوصل القمر لعندك ويكون الفترة أفضل أما الآن حاول إنك تمشي الأمور بشكل روتيني برج الحوت حافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح ابتنشطوا بين الأصدقاء فاليوم ممكن يحمل لكم لقاء مع أحد الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية حاولوا ما تبقوا وحدين فترة ناشطة وواعدة على مجال الدراسة أو المهنة أو العائلة ابتكثر عندكم الاتصالات والموعيد خلال هذا اليوم فترة إيجابية حاولوا إنك تستغلوها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة